اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في برج العذراء ونحن الآن في كلوم مصر القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة والتفريق ويظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 14 دقيقة من عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل وزي ما حكيت ان القمر ما زال موجود بالعذراء لانه احنا لسه في فترة خلو المسار احنا منبثل حلقة الساعة 2 بتوقيت جرينيتش طبعا خلو المسار رح ينتهي الساعة 44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني ضايله ساعتين واثنين واربعين دقيقة بعدين بنتقل وبصير في برج الميزان يعني هدول الساعتين واثنين واربعين دقيقة لضايلات فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار احنا رح نحكي الان عن انه القمر انتقل خلاص وصار في الميزان لانه هذا الكلام الاول احنا ذكرنا في حلقة الامس ولكن احنا حلقتنا ليوم الاثنين معناته رح نتكلم عن انتقال القمر انه رح يكون في برج الميزان يعني رح تكون فترة افضل عاطفيا لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفل ما او عادة تزيين للبيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاويتين رح يصيروا ما بعد انتهاء خلو المسار ولكن لانه استمرار تأثيرهم لغاية ساعات الصباح فرح نذكرهم اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الشمس وهي الساعة تسعة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني من مساء اليوم الاحد وهي بداية الهلال يعني بداية ولاد الهلال فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وهي الزاوية حكينا تأثيراتها لغاية صباح يوم الاثنين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون عند منتصف الليل تقريبا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 11 واربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاحد ورح تستمر تأثيراتها لقرابة ساعات العصر فيجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا هي تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ورح تستمر ولكن ذروتها احنا بالوقت اللي ذكرنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا بطيئة رح تكون ذروتها وفي زوايا طبعا تأثيراتها موجودة الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو تأثير هاي زاوية لغاية يوم 19 بتزيد من حدة الذهن عنها والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 14 بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على عقبات وتجاوزها وخصوصا في عملنا وفي مشاريعنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصل ما بين زحل وما بين خناق على الحريات العامة اما بالنسبة للثلاث زوايا البطيئة اللي اليوم ذروتها اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي اليوم ذروتها الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بتدعم اكثر فاكثر وبتتعزز اكثر فاكثر طبعا هاي الزاوية هي مستمرة في تأثيراتها لغاية يوم 27 تسعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هاي الزاوية اليوم بتبدأ واليوم ذروتها وبكرة اخر يوم لالها وبتنتهي هي زاوية اقتران ايجابية ما بين عطارد وما بين الزهرة وهاي زي ما حكينا اليوم بدايتها اللي هو 26 تسعة ورح تستمر لغاية 27 تسعة طبعا ذروتها اليوم ساعة خمسة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 39 اليوم ذروتها الساعة 7 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتبدد الحضوض في اي مسعى منقوم في فعشان هيك ما لازم نعتمد على الحضوض نهائيا في اي امر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلة والحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضو لللمس والبنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية فعشان هيك هاي الاعضاء تحديدا لا يوصى باجراء عمليات جراحية لا الها ولكن دونها يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما بنصح فيها او الاشي الزهرة منتحس بالنسبة كبيرة عطارد بيتراجع وفي نفس اللحظة انه اليوم زي ما حكينا الجلد كعضو لللمس حساس جدا فهيك اي شيء الاعلاقة بالتجميل الاعلاقة بالجلد نبتعد عنه نهائيا لا يصلح ايضا لازالة الشعر الزائد لانه اساسا زي ما حكينا انه الجلد باكثر حساسية والقمر بدأ بمراحل النمو يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ما بنصح فيه الحنة بنصح فيه ولا يصلح يعني ويصلح للقص العلاجي لانه بدأنا فيه مراحل النمو زي ما حكينا بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء سبعة وعشرين تسعة رح يكون فيه تمام الساعة اربعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة حداعش واربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة اربعة وخمس دقائق صباحا بصير يومين نسبة الإضاءة بتصير اثنين في المية لانه اولا عند منتصف الليل هو بنولد الهلال فلغاية الصباح او طيلة النهار ما بكون كمل ما بين اثنين وثلاثة في المية فقط لا غير اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة هي الان سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن في ساعات منتصف ليل يوم الاثنين على الثلاثة بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية القمر في الميزان حتى سبعة وعشرين تسعة هو الان سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات الظهر بترجع نسبة السعودة بترتفع لخمسة واربعين في المية وفي ساعات المساء بترتفع نسبة السعودة لسبعين في المية اما بالنسبة لعطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 12 هو منتحس الان بنسبة 25% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 هو الان موعد بث الحلقة منتحس بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح الباكر بترتفع نسبة النحوسة لـ 50% بسبب الزاوية اللي مع الشمس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوفعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا الآن القمر صار مقابلكم تماما هو جيد لتعزيز الشراكة العاطفية والمالية وتوطيد العلاقات أو التفاهم على مسألة معينة ولكن إجمالا القمر لما بيكون مقابل أي برج ما بيشير لا على تفاهم ولا على هدوء ولا على ود فممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة فحاول أنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر الأمور اللي لها علاقة بالقطيعة أو الدعاوة القانونية وبرضو ابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنه خصمك بيكون قوي والعرقي اللي بتستفزك وطاقتك أنت الضعيفة فأنت الخاسر من هاي الأمور برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا زي ما حكينا لأنه القمر الآن في البيت السادس اللي العلاقة في العمل والعلاقة في الصحة فعشان هيك بتبدأ الأعمال بالتراكم لديكم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء في إنجاز بعض الأعمال فعشان هيك تقدروا اليوم برضو تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب يعني بتجد أنه أكثر من عمل بيصيروا في نفس الوقت فعشان هيك حاول ترتب جدول أعمالك بشكل جيد ممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاول أنك تنتبه على الأمور الصحية إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر صار في البيت الخامس يعني بدأت رغبتكم فالتقرب من أحباكم تزداد تدريجيا وبرضو تعزيز العلاقة معهم يعني فترة عاطفية قوية جدا بتفيدك اليوم برضو الاتصالات واللقاءات حاول أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات العاطفية ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء لطبيعتها نال ما بترغب اليوم وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم لأن القمر صار في البيت الرابع فبوسعك التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إش أنك تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك تواجهوا الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم في هاي الفترة وأهم ملاحظة لا تفرض رأيك ولا تختلق مشاكل وما تقصر بواجباتك بالعيلة أو بالبيت ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية وتعتبر هاي فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز كله رح يكون على التنقلات والاتصالات ورح تنشط بشكل كبير اليوم لدرجة إنك ممكن ما تهدأ من كثرة الاتصالات اليوم بتنشطوا في الدراسة والسفر الحوار نقاش اتصالات بوسعكو اجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوي أو مع الجيران بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة بإمكانك تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو في نفس اللحظة انتبه يعني خلي كلامك واضح عشان ما تنفهم غلط باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك وما تتردد بالتحرق اذا كان عندك امتحان فقط لا تعتمد على الحظ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل تركيزه كله على الفرص المالية والفرص هاي بتيجي عادة من عمل اضافي مستردات هبات مكاسب يعني من هذا الجانب منكم اشخاص ممكن يحصلوا على هدية او على جائزة اهم اشيه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وما تبلغوا بمصاريفكم وحاولوا تكونوا معتدلين وموضوعين في النقاش والمساومة بتهتموا لأمور مالية او امور استشفائية يعني بمعنى اخر برضو انتبهوا على اموالكم من المحتالين ومن السرقة او الضياع او المصاريف لزيادة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة افضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بانفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتصير بتصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك بشكل واضح وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من طلقة ذاتها لصالحك ورح تجد انه انت بدأت طاقتك الايجابية والحيوية تزيد بشكل كبير لدرجة انه بتصير ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الاخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الان انتقل لبيت متاعبكم اللي هو للميزان يعني بتتراجع صحتكم شوي شوي بينتابكم شعور بالتعب بالملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد ولا تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا انكوا تحللوا الامور بهدوء ابتعدوا عن الاضواء لا تقرروا على شيء عشان ما تخيب امالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات بنفس اللحظة حاولوا ما تتخذوا اي قرارات حاسمة او فيصلية بالفترة هاي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكوا اشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة لقاء اجتماعي او تعزيز اللقاء مع اصدقاء قدامى بظهروا على الصاحب بشكل مفاجئ بإمكانكم اليوم تبادروا لملاقة الاخرين في منتصف الطريق وبيطمئن بالكم لانه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم اهم شيء انكم تستسلموا من تكرار المحاولة واذا انت بحاجة لمساعدة احد الاصدقاء في امر ما اليوم تقدر تستغل هذا الامر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يوم جيد يعتبر للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم بينتبهلكم برضو المسؤولون اليوم وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الاضواء ولكن يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة اهم شيء انك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع هاي الفترة فيها شوية قلق او توتر من بعض الامور فعشان هيك يحاول برضو ما تجازف وما تغامر ما تخالف القوانين لانها فترة مش لصالحك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الان صار موجود في البيت التاسع اللي هو بيت السفر الاتصالات البعيدة الحوارات مع الاجانب الامتحانات الجامعية ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان او مقابلة او ممكن تبدأوا عمل او دراسة جديدة اليوم بتناقشوا بقوة وبذكاء تتجرأوا على رفض اي شيء ما بناسبكم اهم شيء انكم ما تخشو شيء بل ثقوا بانفسكم اكثر فاكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للسفر لأوراق هجرة أوراق قانونية معاملات اشياء من هذا القبيل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على الاموال المشتركة اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر وشراكة او تعويض ولكن اهم اشي انكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذر اهم نقطة هي الاموال المشتركة الي لها علاقة ببنك ضريبة تأمين ميراث اشياء مال الزوج او الزوجي الاجواء ايجابية ودعملة اليك بقوة فعشان هيك حاول انك تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان لا اشهد انت